اكد رئيس عبدالفتاه اسيسي موقف مصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية وضرورة التوصل الى حل عادل يضمن اقامة دولة مستقلة على حدود عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية واضف اسيسي خلال لقائه نظيره الفلسطيني محمود عباس ان التوصل لحل للقضية يعد ركيزة اساسية لاستعادة الامن والاستقرار في منطقة الشرق الاوسط مشيرا الى ان مصر ستوصل جهودها لاستناف المفاوضات بين الفلسطينين والاسرائيليين من جهته اعرب عباس عن تعزيه في ضحايا هجوم رفح الارهابي واكد وقوف فلسطين الى جانب مصر في حربها ضد الارهاب